أحوال الطقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين أيضا تغير شامل في الوضعية الجوبية قدوم اثراب جوي محمد بتساقط أمطار عادية ستكون محليا معتبرة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وخاصة الولايات الغربية والوسطى أكثر تفاصيل عن الوضعية الجوبية نبدوها بصورة القمر الاصطناعي توضح أن تشكل سحب كتيفة فيما يخص المناطق الشمالية حركة الرياح ستكون قوية نوعا ما تقارب سرعة 40 حتى 50 كم في ساعة تقريبا على أغلب المناطق الشمالية وكذلك على أقصى الجنوب الجزائري توقع تحوال الطقس خلال صباحة يوم الخميس إذا أجواز ستكون مطرة أمطار عادية محليا معتبرة ستخص أغلب الولايات الغربية والوسطى للوطن فيما يخص شمال السحرة ومنطقة الواحد ستشك الخلايا رعدية منعزلة مصحوبة بتساقط بعض الأمطار المتفرقة وأجواز صافية إلى قليلة السحب على باقي الولايات الجنوبية وكذلك المناطق الشمالية الشرقية درجات الحرارة الدنيا المسجلة إذا ستقارب درجة واحدة فقط كأدنى مقياس على كل من عام البيض المشرية كذلك بسعيدة خمس درجات سنسجلها على عين الدفلة والجلفة 12 درجة للجزائر العاصمة والبليدة 11 درجة للوهران عينتي موشن توامست غانم 9 درجات بالنسبة لمعسكر 11 درجة للبويرة المدية وتزيوزو ستقارب 13 درجة للعنب جيجل سكيدا بيجايا جيجل وأيضا بالنسبة لقالماس 15 درجة للإيليزي جانات إناميناس ستقارب 15 درجة للإنس 11 درجة للولاياتين دوف 16 درجة للأدراتي مياوين ورقان و6 درجات بالنسبة لبشار وبني عباس توقعات حوال التقص إن شاء الله خلال ظهيرة يوم الخميس فالتقص سيكون دائما غير مستقر الأمطار ستكون أكثر اعتبارا ونشاطا خلال ظهيرة يوم الخميس تقريبا على أغلب المناطق الشمالية الغربية الوسطى وبعض الولايات الشرقية للوطن تتشكل خلايا رعدية منعزلة موسمية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعة الهجار والتسري أما عن درجات الحرارة القصوى المسجلة فرح تعرف إن شاء الله تراجع فيما يخص الولايات الغربية والوسطى بينما تبقى مرتفعة على المناطق الشرقية 22 درجة بالنسبة لكل من قال ما تعرف سوق رأس حتى على النابة جيجل واسكيدا 7 درجات فقط رح نسجلوها بين عامة والبيض 18 درجة للجزائر العاصمة 16 درجة للوهران 17 درجة للاتيزيوزو 20 درجة للباتنا واخنش 23 درجة للغردايا وازلفانا 24 درجة للولايات تندوف 18 درجة للبشار وبني عباس 33 درجة للزيجانات 28 درجة للانسلح وتمنرس حالة البحر سيكون إن شاء الله مفترب على أغلب الصواحل الوطنيين الرياح تقارب سوعة 50 كم في الساعة تحديدا على الصواحل الغربية والشرقية مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح بين المترين إلى 3 أمتار على طول الشريط السحي وقبل ما نختم نشرتنا لانهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية السطيف إذا الأجواء ستكون ممطرة خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دنيم عصباح تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات والقصوى بين 11 إلى 15 درجة سرعة تريح فيها ستقارب حوالي 40 كم في الساعة ورطبة في حدوث 30% في الأخير نختم نشرتنا الجودية بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس لجزائر العاصمة وبعض من ولاية البطن إذا المشاهدين كانت هذه توقعات حول الضقص المرتقبة غلالة صبيحة وظاهرة يوم الخميس بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة المتابعة في يمانيك